السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأعزاء أسعد الله أوقاتكم بكل خير آخر المستجدات عن الجنسية الإسبانية حسب المصادر الخاصة والموتوقة التي تتعامل معها قناة المهاجر فانتكات تقول أن الملفات ديالة 2016 و2017 و2018 و2019 أو على الأقل 6 شهر الأولى من 2019 آخر أجل عندهم أو أقصى أجل إن صح التعبير هو شهر مارس أو شهر مارس شهر 3.2023 يعني يجب البد في هذه الملفات قبل شهر 3.2023 هذا في حالة ما تأخرت هذه الملفات بزاف ولم يتم البد فيها قبل ذلك ويقول نفس المصدر أن الحكومة تقدر تدير شيء بلان ديتشوكي ولا شيء تعديلات على الجنسية الإسبانية إسوة بألمانيا ولكن هذا يقول نفس الشخص أن هذا مرهون بالظروف السياسية والاقتصادية التي يعيشها العالم وليس إسبانيا فقط اللي عنده شيء سؤال في هذا الموضوع أو في موضوع الجنسية أو كما كان نعوه يخليه في التعليق وسنجيبه عليه إن شاء الله إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والله المستعى